العمل والتشغيل في الحكومة بشكل خاص بشكل عام بتتقلص بشكل كبير والاتجاه للقطاع الخاص وزالة البترول هل في فرص عمل للشباب ولا الاختيار بيتم ازاي؟ لا طبعا احنا دلوقتي الفرص العمل بتبقى متاحة من خلال مشروعات كتير اللي هم نعمل يمكن احنا اتكلمنا هم نعمل مشروعات كبيرة في تطوير مجمعات التكرير والتصنيع عندنا معامل التكرير ومجمعات التصنيع سواء في أسيود سواء في اسكندرية سواء في السويس دي كلها محتاجة عمالة طبعا احنا النهاردة بنشتغل على الحقيقة على الحديث التخرج الشباب المهندسين وبناخد الأوائل وده شيء مهم بالنسبة لنا لانه طبعا احنا محتاجين ان احنا نطعم هذه المجمعات بالشباب لكن في نفس الوقت بنحتاج الخبرات علشان ينقلوا الخبرة للشباب ده من ناحية تاني ان احنا طبعا عندنا مشروعات جاية في البيترو كيميوهيات وبعدين عندنا مشروعات اللي هي تحت الانشاء النهاردة بتحتاج لعمالة في أثناء المشروع ففي أثناء المشروع الحقيقة احنا المشروعات بتاعتنا بتقعد بالثلاث سنين على الأقل من ثلاثة لأربع سنين فهذه المشروعات بتاخد عمالة كبيرة يعني انا اقول لحضراتك مثلا احنا عندنا مجمع مدور النهاردة اللي جاري التوسعات فيه فيه 8500 واحد بيشتغلوا فيه دلوقتي مجمع زي مثلا اصيوط بيشتغل فيه 5000 واحد دلوقتي يعني واحنا بنتكلم فبقول لحضرتك انه المشروعات اللي هي تحت الانشاء برضو بتاخد بتفتح فرص وبعدين ان شاء الله يمكن احنا بنتكلم والمهم كمان زيب هذا كلت المتفوقين المتفوقين وبنتكلم على مجالات جديدة زي التعدين زي ما كنا بنقول دلوقتي والحمد لله ما بناخدش العملية الأولية وبنسكت لا احنا بندخل دلوقتي على التصنيع كامل سلسلة القيمة فبالتالي احنا عندنا مجموعة من المشروعات اللي هيبه فيها تشغيل لانه هيبه فيه صناعات بمشروعات جتيرة جاري بحثها من اجل احنا نقوم بها نقوم بها على طول في النهاية انا عايزة اسأل حضرتك كلمة السر في حياة معلوزير والله كلمة السر الاخلاص في العمل انا مشاقدر اقول لحضرك غير كده يعني ده الرد التلقائي الاخلاص في العمل الاخلاص في العمل الاخلاص في العمل حقيقة يعني ما فيش كلام في نفس الوقت الحقيقة انه يعني العمل الجماعي والحب اللي بيسود مع فريق العمل هو ده سر نجاح لازم يبقى فيه فريق عمل متكامل ولازم نبقى كنا نبدأ نشغل ايد واحدة باخلاص